صباح الخير على كل سادة المشاهدين اللي بيشوفونا يوم جديد نهاركم سعيد النهاردة 19 عشرة 2018 احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة ومجموعة متنوعة من الفكرات ليوم الجمعة بس اسمحوا لي في البداية أصبح على أشرف صباح الخير يا دينا صباح الخير على كل سادة المشاهدين قناة النايرلايف اللي صحيحين بدري بيتابعونا كنت لسه بكلم مع دينا على حاجتين مهمين جدا ان بكرة في ارتفاع في درجات الحرارة وهتصل درجات الحرارة لأربعة وثلاثين درجة معوية اخدوا بالكم ان الأمور راعدية جدا احنا اساسا ما تقلناش عشان نخفف يعني دي رقم واحد رقم اتنين دينا راحت رحلة في دير سانتي كاترين وعندها معلومات قد كيرو مساعد من رخلت من الصفح وهي عمالة الدين معلومات عامة بس بأمانة في عاجتة انا كنتش عرف صراحة بلدنا حلوة جدا 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 انا فعلا كنت في رحلة لسيناء وروحت دير سانتي كاترين دير سانتي كاترين بيجمع الثلاث ديانات مع بعض فيه اثر للدين اليهودي والمسيحي والاسلامي وكمان هو اقدم دير في العالم فبلدنا حلوة جدا جدا وانت ماشي كمان بتشوف مقام لسيدنا هارون ومقام النبي صالح يعني فيه حاجات كتيرة جدا موجودة جوة دير دير كمان فيه مكتبة فيه اقدم مخطوطات في العالم لسا كنت هولك المكتبة بالزبط بالزبط فهو يعتبر من اقدم القديرة لموجودة في العالم حلوة جدا 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 هي يا دينا راحت وما قالتش لحد انها رايحة وخدت المعلومات كلها وجابت وانت راحت بيحاول يستفيد وعلى فكرة انا مساعة ما جيت كمان بقولها اللون اللون ده ايه فقالت لي حاجة غريبة جدا والاي اسمه ليلا نوع منها لون ليلا ماشي طيب خلينا استعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهاردة بس عايز اقول حاجة تانية انا غيرا انا روحت سانتي كاترين انا روحت كمان سيناء ونويبة فبلدنا فيها حاجة جميلة جدا انا بحاول اشجع على قد ما نقدر السياحة الداخلية لان بلدنا فيها احلى شواطئ من وجهة نظري في العالم واماكن سياحية واماكن على فكرة نعرفها واماكن ما نعرفهاش وده اللي خلاني استغربت جدا ان الناس بيقولوا هنسافر في اي دولة يعني في دول العالم في تايلاند سنغافورة في 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 انما منتال امان اكتشفت حاجات موجودة في مصر واماكن سياحية موجودة في مصر ولا اروع وانا كنتش عارف عنها حاجة خالص واحلى كتير جدا من اماكن تانية برا فياريت زي ما قالي دينا نظرة بس لسياحة الداخلية واحنا هنستمتع وهنتبسط باقل من قيمة الربع كمان من المبالغ هتصرف في السفر خارج مصر معانا مشروع اسمه مشروع الحق في الحياة وعايز اقول لحضراتكم المشروع ده زي ما اشوف كان بيقول فيه حاجات كتير قوي في بلدنا احنا ما نعرفهاش وفيه حاجات كتير قوي ممكن نستفيد منها ونعيد تدويرها مرة تانية المشروع هنتكلم عنه النهاردة هو احدى مشروعات تنمية منتجات الصعيد المشروع بيهتم بتدوير بتدوير مخلفات شجر الموز اول ما دخلت للستوديو النهاردة لقيت فيه شونة برا شونة دي استهويتني جدا وشكلها حلوة قوي وبص لقيت ضفنا النهاردة حكالي وقالي ان دي من مخلفات شجر الموز قالي احنا بنرمي الشجر ده وبنرمي الورق بتاعه واحنا ممكن نقدر نستفيد منه في منتجات فالنهاردة هيكون ضفنا النهاردة الاستاذ محمد فاهمي وهو مؤسس المشروع الحق في الحياة هو الجميل في الموضوع مش بس شجر الموز هو ده طبعا افكار مصرية رهيبة ان تقدر تستفيد من كل اعادة التدوير المخلفات سواء مخلفات الصلبة او السائلة او الاخر ولكن هو معادش حاجة الوقت يبتترمي مستفيد من كل حاجة هي فكرة ريسايكلين كمان نسي ده تستفيد من المخلفات دي وفي ناس كتير جدا بتستفيد منها وقام عليها سنعاد دول كمان بتستوردها انت كنت تكلتي حاجة كمان في ورق الموز بس انا مش عارف انا نس ورق الموز وكله يعني طيب خلينا كمان معانا منشي الديني جميل جدا الحقيقة وفكرة الانشاد الديني والابتهالات وان كان هنعرف منه في فرق بين الابتهال والانشاد الديني ولو في مدارس كتير كمان في الانشاد الديني في عملقة في الإنشاد الديني خليني يعني هنرحب بالتأكيد في الفقرة بإسلام محمد أحمد المنشد دي دين المتميز وأعتقد نوجة نظر أن كل مستقبل كبير جدا في مجال الإنشاد الديني فقرتنا كمان النهاردة هتكون خاصة جدا بالمرأة المصرية لأن أمس أطلق خبراء النساء والتوليد والولادة في مصر مبادرة حول تولدي طبيعي لحد من الولادة القيصرية اللي انتشرت في الفترة الأخيرة طبعا هنكلم عن المبادرة أهم التفاصيلها مع دكتور أسامة حسين استشارة طب الأطفال ورئيس جامعة بورسعيد لحديثي الولادة قيمة العلم في الإسلام ده عنوان فقرتنا الدينية السابتة ونتكلم على قيمة العلم الحقيقة والبحث العلمي في الإسلام هيكون دفنا النهاردة فديلة شيخ أحمد الصاوي من علماء الأزهر الشريف بالتأكيد مش هننسى كابتن محمد رفاعي وتمنات الظهر والبطن النهاردة فقرة صحة وجمال والهنطلع معها لفاصل سريع ونرجع مرة تانية في حاجة تانية؟ لا لا يلا بي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة